أخبار هامة وعاجلة للشعب العراقي وردتنا الآن سلام عليكم متابعي قناة أخبار العراق قبل البدء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتوصلكم الأخبار العاجلة والحصرية توجيه باستكمال متطلبات تثبيت موظفي العقود في الوزارات والدوائر الحكومية كافة السوداني يوجه باستكمال متطلبات تثبيت المتعاقدين في الوزارات والدوائر الذين تزيد مدة خدمتهم عن سنتين وصدرت أوامر التعاقد معهم مثقا لقرارين مجلس الوزراء رقم 315 و337 سنة 2019 وإرسالها إلى وزارة المالية للتدقيق والتثبيت على الملاك الدائما توقيت حرج يهدد الموازنة البرلمان يؤجل جلسته ويترقب إشارة مجلس الوزراء كشف مصدر برلماني مطلع عن تأجيل عقد جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم غد الاثنين إلى يوم الثلاثاء فيما بيّن أن الجلسة المقبلة ستكون الأخيرة قبل الدخول بالعطلة التشريعية فيما إذا لم تصل الموازنة وقال المصدر إن رئاسة مجلس النواب سوف تعلن خلال الساعات المقبلة تأجيل جلسة يوم غد الاثنين إلى يوم الثلاثاء المقبلة مبينا أن التأجيل جاء من أجل استلام مشروع قانون موازنة سنة 2023 المقرر التصويت عليه من قبل مجلس الوزراء خلال جلسة يوم الثلاثاء أبينا المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن فترة تمديد عمل البرلمان في الفصل التشريعي الجديد ستنتهي بعقد الجلسة المقبلة لكن إذا تسلم البرلمان مشروع قانون الموازنة فلا يمكن أن يعطل إلا بعد تشريع الموازنة ولهذا هناك تنسيق ما بين مجلسي الوزراء والنواب لتسلم البرلمان الموازنة الثلاثاء المقبلة حتى لا يعطل البرلمان حراك نيابي لتفعيل قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين حيث طالب النائب أحمد الشرماني رئيس مجلس النواب بتنفيذ قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين بحسب وثيقة صادرة عن الشمراني بتأريخ السادس عشر تشرين الثاني الماضي فقد طالب رئيس المجلس بالموافقة على إصدار التعليمات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تنفيذ قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم 28 لسنة 2019 تهديدات فصائل عراقية ضد السعودية تضع السودان في حرج أمام إيران شهد الأسبوع الماضي كشف مستمرا عن تفاصيل الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني إلى طهران بطلب من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ليكون من بينها تقديم السودان عرضا للجانب الإيراني بإعادة تفعيل الوساطة العراقية مع السعودية لتقريب وجهات النظر بين طهران والرياضة واستغربت وسائل إعلام أجنبية ومنها المونتيرا الدولية من العرض الذي قدمه السوداني كونه أتى بالتزامن مع ارتفاع حدة التهديدات الصادرة عن جهات مسلحة داخل العراق ضد السعودية فيما كان السوداني يعرض الوساطة بين طهران والرياضة أصدرت فصائل مسلحة داخل العراق تهديدا تقترح فيه تحالفا بين الدول المتأثرة سلبا بالجرائم السعودية بهدف نقل المعارك إلى شوارع الرياضة بحسب ما أوردت الشبكة الشبكة أشارت إلى أن التهديدات التي صدرت من الجهات المسلحة خلال تواجد السودان في طهران أثرت بشكل كبير على جدية المفاوضات في هذا الجانب حيث أوردت صحيفة طهران تايمز الناطقة بالانجليزية تقريرا عن عرض الوساطة المقدم من السوداني دون ذكر الرد الرسمي الذي حصل عليه من طهران مكتفية بالإشارة إلى أن السوداني سيقوم بزيارة السعودية خلال القمة العربية الصينية الشهر المقبلة حيث من المتوقع يطرح موضوع الوساطة على الجانب السعودي أيضا على حد وصفها غياب الرد الإيراني على عرض السوداني للوساطة وتصاعد حدة التهديدات الصادرة عن الجماعات المسلحة المحلية في العراق عزته الشبكة إلى تراجع الثقة بين بغداد وطهران بسبب الخلافات الحدودية الحالية المتعلقة بتمركز الأحزاب الكردية الانفصالية شمالي العراق ويعلان طهران المستمرة أن لها أذر عن في أزمة احتجاجاتها المحلية يشار إلى أن العراق قام بدور الوساطة بين السعودية وإيران أثناء تولي إدارة مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء السابقة حيث استمرت تلك الوساطة حتى انهيار المباحثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران عقب الغزو الروسي لأوكرانيا بعد تسجيله قفزة البنك المركزي يتخذ إجراء لتخفيض سعر الدولار في الأسواق حيث قرر البنك المركزي العراقي زيادة مبيعاته من الدولار في مزاد العملة وذلك عقب ارتفاع أسعار الدولار لمستويات غير مسبوقة في الأسواق المحلية حيث تجاوز اليوم الأحد المائة وخمسون ألف دينار لكل مائة دولار لأول مرة منذ عامين وظهرت وثيقة قرار البنك المركزي رفع مبيعاته من العملة الصعبة لغرض سد الطلب المتزايد على الدولار في الأسواق المحلية بواقع مليون وثمانمائة ألف دولار لشركات الصرافة A وسبعمائة وخمسون ألف دولار لشركات الصرافة B وثمانون ألف دولار لشركات التوسط C ومئتاء ألف دولار للمصارف جاء خطوة البنك بعد لقاء محافظ البنك المركزي مع رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني حيث أكد السوداني على ضرورة توفير العملة الصعبة للمواطنين في الأسواق في خطوة جاءت بعد ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق المحلية لمستويات عالية جاء ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية بسبب ارتفاع الطلب وقلة المعروضة من الدولار وذلك بسبب انخفاض مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة خلال الأسابيع الماضية حيث انخفضت من معدل 200 مليون دولار يوميا في الأشهر الماضية إلى 130 مليون دولار يوميا وذلك بفعل العقوبات والتضييق على بعض المصارف الكبيرة التي كانت مشاركة بمزاد العملة مما أدى لانخفاض المبيعات وبالتالي انخفاض نسبة المعروضة من الدولار في السوق مجلس الخدمة ليست لدينا حاليا أي تعيينات باستثناء ذوي المهن الصحية الساندة عيث أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادية عدم وجود أي تعيينات حاليا باستثناء ذوي المهن الصحية الساندة وقال المجلس في بيانة إن على جميع الخريجين وخصوصا فئة حاملة الشهادات العليا والأوائل والعلوميين عدم الانجرار وراء محاولات الابتزاز من قبل أصحاب النفوس الضعيفة والحذر ممن يبتزهم بغية الحصول على منافع شخصية مقابل الدعاءات الزائفة تتعلق بتعيينهما أو من يحاول بث إشاعات حول الموضوع نفسه أو حول طريقة توزيع الأوائل وحملة الشهادات على الوزارات والهيئات والمحافظات وأضاف أن مجلس الخدمة العامة الاتحادية قد أكد في أكثر من مناسبة أن التعيينات تسير وفقا لإجراءات قانونية ومعايير نزيه ورصينة مؤكدا حرص المجلس على عدم إتاحة أي مجال للتلاعب بهذه المعايير وأشار إلى أن المجلس ليست لديه حاليا أي تتعيينات عدى تعيينات ذوي المهن الصحية الساندة والبالغ عدد درجاتها 3791 وظيفة لافتا إلى أنه قد أنجز كل خطواتها وسيعلن نتائج المتقدمين إليها في الأيام القليلة المقبلة وعلى وفق نتائج الاختبار الذي خضعوا له في الجامعات العراقية ومعلومات الاستمارة الإلكترونية وأكد أن المجلس لم يطلق الاستمارة الخاصة بتعيينات حملة الشهادات العليا والأوائل لغاية اللحظة وذلك لعدم إكمال استحداث الدرجات الخاصة بهم من قبل وزارة المالية مبينة أنه سيتم المباشرة بهذه الإجراءات حال اكتمال استحداث الدرجات من هذه الوزارة وتابعنا المجلس وفي ضوء ما تقدم سيسلك الطريق القانوني لمقاضاته كل من يحاول ابتزاز أبنائنا الخريجين أو يساهم ببث إشاعات حول آلية التعيينات لا أساس لها من الصحة مشيرا إلى التزامه بالسياقات القانونية والمعايير المهنية وشفافية إجراءاته ولن يسمح بالمساومة عليها لذلك وجدنا أن نبعث برسالة اطمينا لأبنائنا الخريجين وهي رسالة واجبة على المجلس لتقر أعين عوائلهم بهما وشدد على أن الفيصلة في كل التعيينات هو القانون والاستحقاق وبقى لمعايير المهنية والكفاءة حصرنا داعيا للجميع إلى عدم الصياع لأية محاولة استغلال أو ابتزاز والإسراع بالإبلاغ عن أية محاولة مشبوهة كي يتم اتخاذ الإجراء المناسب بشأنها